صراحة البناء التحتية اللي نحتاجها لإنشاء شبكة جيل خامس هي مكلفة جداً لأنه من بداية من علد الأبراج تحتاج أبراج كثيرة جداً يعني نضاف الأبراج المستخدمة حالياً من الممكن احتمال راح تلتج الوزارة أو المشغل الرابع الجديد إلى استخدام أبراج الشركات العاملة الأخرى أيضاً راح تفعلها إيجاب أيضاً بالإضافة للبناء التحتية المكلفة في شبكة جيل خامس الرخصة كان اجتماع في هيئة علامة والاتصالات مع مجلس المفوضين يعني تعرف هاي كلف يعني وزارة الاتصالات الممثلة بشركة السلام العامة اللي ممنوحة للرخصة تدفع تراخيص أجور للترددات وزارة الاتصالات تستطيع تحمل كلف الرخصة والبناء التحتية؟ دعنا نرى ما قد الكلف هي يعني فقط الترددات والكلف مفروض 3.5 مليار هاي كلفة الرخصة الآن ايه الآن يوجد تفاوض بأنه يقللوها للمليار ونص يعني يتوقع رح تقلل المليار ونص بالإضافة إلى الكلف الأخرى اللي خاص ببناء التحتية يعني هو المشكلة وين تحت لنجأ الجيل خامس يعني شبكات الآن الموجودة هي جيل الرابع الجيل الرابع المفروض سرعة تبادل البيانات المفروض هي 100 ميجا يعني إذا كجيل لكن المعدل الآن الموجودة هي مثل 30 ميجا حسب التطبيقات الموجودة والاستخدام الحالي إننا بالعراق يعني كمواطنين وكتطبيقات احنا منحتاج هاي السرعة العالية ما تتجيل خامس يعني تعرف حضرتك التجيل خامس كشبكة هي هاي شبكة المستقبل للتطبيقات الحديثة مثل سيارات ذاتية القيادة تطبيقات الذكاء السرعة المعقدة وكثير من التطبيقات الـ IOT وغيرها وغير التطبيقات المعقدة الآن احنا بعدي هاي ما موجودة فالجدوى من عند حتى وإن انشئت وصال عندنا شبكة جيل خامس أنا متوقع بالبداية حصل إقبال عليها المواطن يحب يجرب شي جديد بضابط لكن ورح يبين تأثيرها انت المراحل شاهد موفي مثلا فيلم معين XG تحتاج أنت 500 ميجا زيلا والتعداء بالـ 4G تطبيق 30 ميجا لكن المفروض احنا نركز الآن عن الشبكات الموجودة حاليا يعني نحس من خدماتها شكرا